بعد الجريمة التي عملها الكيان الصهيوني جريمة مكتملة الأركان هم ملهمش أسان غير في الغدر وقتل العزل والأطفال هذا ما قادرين عليه لكن مواجهة لأنهم أمنين جانب العرب أمنينهم أخيرهم ندين نشجب نستنكر نتحزن بحزن على دماغنا لكن مواجهة حقيقية إسرائيل تتكلم بالعربية يجب على كل العالم أن يعرف الإرهابيون المتوحشون في غزة هم الذين ضربوا المستشفى بغزة وليس جيش الدفاع الإسرائيلي يعني عملوا النسيبة وبجحين عاجل وزير الخارجية الإيطالي نشعر بالصدمة والحزن إذا ضحايا المستشفى في غزة وحماية المدنيين يجب أن تكون أولوية مكر المعادي للإسلام الكاره لكل ما هو إسلام ندين الهجوم على المستشفى في غزة والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الفلسطينيين مسؤول أمريكي رفيع الرئيس بايدن يتطلع إلى التشاور شخصيا مع قادة الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية قريبا حكام الدول الأوروبية والمجتمع الأوروبي بيدعم القضية الفلسطينية وحاسس بالزم هما لو عليهم بقولك يقتلوا الشعب الفلسطيني فرد فرد بيقديهم هيقتلوه بس الفكرة في أن المقدمين المحتوى قدروا يوصلوا صوتهم باللغة الإنجليزية لبقية الدول كلها واللي كان بيقدر يتكلم إيطالي تكلم واللي كان بيتكلم فرنسي تكلم فكل حاجة بانت عن طريق السوشال ميديا فبدأ المواطنين الأوروبيين والمواطنين الروس والمواطنين الأمريكيين ينزلوا فيديوهات عن اللي حصل ده وبدأ يحصل مظاهرات في كل الدول الأوروبية ضد دعم الحكومات للكياء فبالتالي وضعوا رؤساءهم وحكامهم في موقف حرج فإلا حصل لما إسرائيل لقيت ضعرها عريات النطق باسم حركة الجهاد للجزيرة ادعاء إسرائيل أن قصف المشفى كان بسبب إطلاق فشل الصواريخ ادعاء باطل إسرائيل هتعد تقول كلام وحكايات غريبة على أن الموضوع ده كان غزبا عنهم في آية مبتحان الوقت لو أن لي بكم قوة أو قوي إلى ركن شديد ربنا يثبتكم يا رب ربنا يثبتكم